لم يعود الصمت أو حتى النفي ممكنا لضحض الاتهامات الموجهة إلى السعودية بنزج علاقات مع إسرائيل بلسان إسرائيلي اختارت المملكة الإعلان عن العلاقة فأطل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي آيزنكوت عبر أبرز المواقع السعودية الإلكترونية إلاف وقالها صراحة هناك توافق تام بيننا وبين السعودية والتي لم تكن يوما من الأيام عدوا لنا ولم نقاتلها أو تقاتلنا يؤكد مراقبون أن التقارب بين الطرفين ليس جديدا أو وليد الصدفة فالتطبيع العلني بدأ منذ عدة سنوات في محاولة لتغيير نظرة الشارع العربي والمسلم إلى عدو الأمة فهذه محاولة لتغيير فرض الشارع العربي والمسلم للتعامل مع إسرائيل فهذا التغيير بدأ منذ فترة يعني منذ على الأقل سنتين أو ثلاث سنوات بشكل علني بشكل سري اللقاءات موجودة منذ عشرات سنين تتقاطع الأهداف بين الثلاثي السعودي الإسرائيلي الأمريكي وفي رأس قائمة هذه الأهداف تصفية القضية الفلسطينية يقول مراقبون لأنها منذ مبادرة الملك فهد في المغرب للقضية الفلسطينية وهي تسعى بشكل دعوب لتصفية هذه القضية وإنهاء هذا الصراع بما يرضي الولايات المتحدة وما يرضي إسرائيل أزمة الحرير التي افتعلتها السعودية ليست بعيدة عن خطتها مع إسرائيل فتفجير لبنان عبر المخيمات لضرب المقاومة هو من البوابات الرئيسية لتصفية القضية الفلسطينية نحن لا ننسى على أن لبنان كان جزء من هذه الخطة وعملية إجبار رئيس الحرير على الاستقالة هي جزء استدعي الرئيس أبو مازن إلى الرياض وطلب منه أن المخيمات الفلسطينية تلعب دور في الأزمة اللبنانية وإذا لم يستطع هو أن يحركها أن يستلم محمد دحلان هذه المهمة سينتهي هذا الاشتباك بإضعاف المقاومة وبالطلب من كل اللبنانيين أن يطالبوا بسحب سلاح الفلسطيني بعد ذلك ثم تتقدم السلطة الفلسطينية بتقديم جوازات جنسيات للدولة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية الحالية وعندها يصبح الفلسطيني في لبنان غير لاجئ بل هو مواطن يحمل الجنسية إذن تتسارع وطيرة التقارب العلني السعودي الإسرائيلي وتبقى لحظة الإعلان عن العلاقات رسميا لتتأكد بذلك كل الاتهامات التي وجهت إلى المملكة بالتعاون السري مع إسرائيل منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصولا إلى السيد حسن نصر الله موسيقى